بعد قرار الغرب تسقيف سعر النفط الروسي، الاتحاد الأوروبي يدروس خطوة جديدة تتعلق بإمكانية فرض حد لسعر الغاز حيث كشفت مصادر أوروبية عن مقترح تقدمت به جمهورية تشيك صاحبة الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وتشير مسودة الوثيقة إلى مقترح لخفض سعر الغاز إلى 220 يورو لكل ميجاواط ساعي يأتي هذا بينما تهدد أزمة نقص الغاز بإطفاء شمعة الاقتصاد الأوروبي وتدفع بالحكومات إلى البحث عن مسكن سريع وفعال لبرد الشتاء وضمن المساعي لتحقيق استقرار في الإمدادات أعلنت بريطانيا عن اتفاق مع الولايات المتحدة لرفع كميات الغاز المصدرة إلى لندن بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021 وفيما لم يكشف عن السعر المتفق عليه أكد البيان البريطاني أن شحنات الغاز المسال الأمريكي ستبلغ 19 مليار متر مكعب خلال العام القادم يهدف الاتفاق البريطاني الأمريكي إلى التقليل الاعتماد العالمي على صديرة الطاقة الروسية في المقابل لا يزال التململ الأوروبي من الولايات المتحدة مستمرا ففرنسا تتهم الولايات المتحدة بتلويث نوايا الصداقة على وقع ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي وسط اتهامات أوروبية لواشنطن بالتربح من أزمة الطاقة ويسود ترقب غربي بشأن مدى فعالية قرار تسقيف أسعار النفط الروسي وإمكانية دفعه نحو استقرار أسعار السوق النفط كبديل للغاز وأمام تحذير موسكو من نتائج عكسية للقرار مهددة بخفض الانتاج بنزت أولى الارتدادات من حكومة هنغاريا التي أعلنت رسميا تخليها عن سياسات تحديد أسعار الوقود محليا على وقع ارتفاع الطلب وتوجه المستهلكين إلى التخزين والاحتكار وانتقدت بودابيست مجددا العقوبات الأوروبية ضد روسيا مشيرة إلى تسببها في مزيد من التضخم وتهديد اقتصادات أوروبا بالركود